الفساد إذن أحد نواجم عقابيل وتبعات العلو في الأرض والفساد يتظاهر ويتمثل في وجوه كثيرة أبشعها والعياذ بالله تفريق الصف الواحد تفريق الأمة الواحدة وإغراء بعضها ببعض يعني الدخول في حرب أهلية ولذلك لما ذهب الكليم عليه وعلى سائر أنبياء الله ورسله الصلوات والتسليمات لمناجاة ربه وتلقي كلماته والألواح استخلف في قومه أخاه هارون وقال له أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين إياك والفساد وطلع وقام الأخ النبي عليه الصلوات والتسليمات ووفى ووفى لوصية أو وصات أخيه وفى ولذلك حين عتب عليه آخذا بلحيته وبرأسه لماذا؟ وقفت مكفوف اليدين وقد عبدوا العجل الذهبي قال إني خشيت أن تقول فرقة بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال أنا فهمت نبي أزكا وأفطا وأذكا البشر هم الأنبياء قال فهمت من وساتك لا تتبع سبيل المفسدين أن من الفساد أن أشقأي وحدة الجماعة وحدة الأمة حتى لو كان ذلك أيها الإخوة حتى لو كان ذلك على حساب التوحيد كل شيء له حل في الوقت المناسب لكن إذا شققنا عصر الأمة وغرينا بعضها ببعض باسم الدين وباسم التوحيد لن تبقى لا أمة ولا توحيد وسنطرق طريقا لتكفير الناس سنطرق طريقا لتكفير الناس ما دام الدين أيها الإخوة طريقا لإراق دمائنا وهدك أعراضنا وذبح ولائذنا وأطفالنا ونسائنا وعجزتنا لا نريد هذا الدين ولن نرحب به الله يعلم هذا الله لا إله إلا هو يعلم هذا تماما لكن هؤلاء السدنة والكهنة في كل الأديان والشرائع لا يحبون أن يعلموا هذا هم يعلمونه لكن يشاءون أن يتظهروا كأنهم لا يعلمونه ويعلمون الناس الضاده تماما الضاده تماما وطبعا الدباجات والتبريرات لا تعوزهم الولاء والبراء وحق الله والتوحيد والدين لكن أشياء موضوعة في غير مواضعها وموظفة في غير مقاصدها وأن للعامة وأن للأتباع العمي أن يدركوا هذا أن للأتباع العمي أن يدركوا هذا